ان شاء الله هنستفن مع بعض كثيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل هنتكلم عن صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام المفتي المقرئ المحدث راوية الإسلام أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلميزه وتابعه وآخر أصحابه موتا هو أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل نال شرف عظيم كلنا بنحسده على هذا الشرف ألا وهو خدمة النبي صلى الله عليه وسلم تشرف أنس بن مالك بأن كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم أم أنس اسمها أم سلين بنت ملحان أخت أم حرام بنت ملحان وأم أنس دي أسلمت وهو طفل صغير أما والده مالك لم يسلم وكان بيحاول أن هو يرد زوجته لأم سلين عن الإسلام إلى أن قتل مالك فعاش أنس رضي الله عنه يتيما وكانت أمه تعلمه الإسلام كانت أمه بتعلمه الشهادتين وطفل صديق تعلمه الشهادتين وتعلمه حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الله سبحانه وتعالى فامتلأ قلب أنس بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يراه يعني أنس كان مع أمه في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأنس من كتر مسينة عن النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ قلبه بحب النبي صلى الله عليه وسلم كان في شوق شديد لأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هابر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فذهب أنس رضي الله عنه مع أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا أنس ابني أتيتك به يخدمك يعني جد ابنها أنس وكان عمره وقتها عشر سنين لسه تفل صغير فأتت به النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا ابن أنس أتيتك به ليخدمك فادع الله له فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده يقول سيدنا أنس رضي الله عنه فوالله إن مالي لكثير حتى أنه كان عنده حضائق وبساتين كانت الأشجار اللي فيها تؤتي ثمارها في السنة مرتين نحن عارفين أن الفكهة تبقى مثلا موسم في الصيف أو في الشتاء لها مرة واحدة في السنة كان هو من البركة اللي دعاها بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأشجار اللي عنده تأتي ثمارتها مرتين في السنة فكان صلى الله عليه وسلم فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي يتعدون على نحو المئة يعني وصل عياله وأحفاده أكثر من مئة شافكم الدمعي نيه في حياته أكثر من مئة ايه ولد وحبيب أبنائه وأحفاده وصل المئة عاش عمره ايه عمره طويل رضي الله عنه ببركة دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه ما مسست حريرا ولا دباجا أليا من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم فعاش أنس رضي الله عنه ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه الكثير والكثير من سنته صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقه وشمائله مما جعل أنس من أكثر الصحابة علما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرهم تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وعبادته وأخلاقه أنس اتأثر بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء كان يقول رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير فقال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا عمير ما فعل النغير النغير ده طائر صغير كان بيلعب به أخو أنس اللي هو أبو عمير اللي هو أخو الصغير فالطائر ده مات فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما يشوف أبا عمير يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير الحديث ده الناس بقى من العلمانين ومن المستشرفين يقول لك يعني ليه بقى الصحابة والعلماء ويكلفوا نفسهم ويتعوى نفسهم ويكتبوا الحديث ده في خطب السيرة يعني الناس أسلم شاف عيل قال له يا أبا عمير ما فعل النغير فكانوا بيقولوا ايه يعني معنى كلامه يعني ايه تفاها اللي انتو فيها ده ايه ايه معنى الكلام ده فصلى منه العلماء من الحديث ده أكتر من مئة فائدة بس قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل من غير قالوا منها أدب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع الأصفال انه هو ما كانش ايه لا يدرب ولا يشتم ولا لا كان بيكلمهم بأدب وايه وحسن معاملة اخرجوا برضه من الحديث ده بان ايه يجوز ان احنا نكني الأطفال بانيه كونيا يعني هو الواد ما فعلوش أبا عمير ليه اسم ولكن كانوا بيدلعوا يقول له أبا عمير مش يدلعوا ايه توتو سوسو وكلام ده لأ بيدلعوا باسم لما يكبر يبقى فخور بيه بالاسم ده فكان يقول له ايه يا أبا عمير فمنها برضه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل السرور على الأطفال منها حاجات كتيرة العلماء طلعوا أكتر من 100 فائدة من هذا الحديث ربدا على المستشرقين والذين يتعالون في صيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا سرد الله عنه والله لقد خدمته تسعة سنين يعني عشبه النبي صلى الله عليه وسلم تسعة سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا او لشيء انتركته هلا فعلت كذا يعني بيقول ما عمرش النبي صلى الله عليه وسلم في مرة قال لي عملت كده ليه او ما عملتش كده ليه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخه في مرة من المرات ولم يغنبه في اي فعل من افعال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استقبله الرجل ده انا بيرو بيرو اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يسلم على حد ما يشدش يده من يده يفضل سائد يده في يد اللي ايه اللي بيسلم عليه حتى يكون الرجل ينزع يده يعني لما يسلم كده يفضل لما ينزع يده في صاحبه لحد ما هو اللي ايه اللي يسيد من عدب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقه ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو من يصرفه يعني يفضل برضو بصرفه ووش فوشه أحد المراجل هو الياصر فابو وينصرف ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له قط يعني فيش مرة جاله حد ولقى كده جمدت رجله قدامه النبي صلى الله عليه وسلم دعس ان عناس بيوسس أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عاش وتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وشفها وعاشها قال رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطار قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر شوفوا أنا متأثر بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وده أفضل أسلوب في التربية ان انت عايز تسرق بواحد على الكرم على الصدق على الأخلاق على المعاملة على الحاجات دي كلها ان انت تتعامل بالأعمال دي قدامه ما يبقاش يقوله ما تشافش سجايل وهو بيشرف سجايل ما يبقاش يقول له ما تجذبش وهو بيجذب صح؟ ما يبقاش بتعلم ابن الكلام عنده صراع داخلي عم الطفلة جدا صراع بين الكلاب اللي بيتسمعه وبين الان شايف بيتمع كلام يقول له ما تجذبش في نفس الوقت ابي يقول له من اللي بيخبط يقول له أنا مش هنو إيبقى عنده ايه صراع داخلي بني يثدق الأقوال ولا الأفعال فإن أنس كإن أنس بينقلنا صورة للتربية النبي صلى الله عليه وسلم رباه بالواقع ده إن كان لما يجي يتلم على حد هو بيوسف له شيء كان بيتلم كده كان بيتصدق بالطريقة السلوانية كان بيتعامل بالأخلاق السلوانية فدي أفضل طريقة في التربية اللي أبصرد في أنس بن مالك رادي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وابها وأجود الناس وأشجع الناس ولقد فازع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس من قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقاهم للصوت وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا يعني أنا بيقول للناس صلى الله كمان بعد مش الكرم والأخلاق بس كمان كان من أشجع الناس فبيقول إن فيه في يوم سمعوا صوت شديد كأن حابة هبدت فالناس طلعت مبزوعة تشوف إيه الصوت ده فطلعين كلهم نحن في الصوت شافوا النبي صلى الله عليه وسلم راجع يعني كأنه كان أول واحد سبقهم وراحوا وشاف إيه الموضوع وراجع وقال إيه لم تراعوا لم تراعي إنما تلاوش ما فيش حاجة إيه حصل فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس وأسبقهم إليه إلى هذا الصوت برضو قال أنس بن مالك رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله متى الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله الراجل تسأل ناس أحسن القيامة إنت فالناس أطلقهم قالوا انت عبدت إيه اللي جاء من القيامة قالوا والله من نفسهم ولا صار وشكات كثيرة أنا بحب الله ورسوله فنفسي القيامة تقوم عشان أحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم وعشان أشوف ربّه شوفوا من شدة حبه لله ورسوله نفسه من القيامة تقوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببك إذا كنت فعلا صادق في حبك للنبي صلى الله عليه وسلم في حبك لله ورسوله فأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حبك ده هيكون سبب أن تحشى مع النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا بجد كلمنا في الخطبة عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعن علامتها إزاي واحد يعرف نفسه إذا كان فعلا محب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا فقال أنس فما فارحنا بشيء فراحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم ونحن نشد الله أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بطر وعمر وأصحابه وأنا سرد الله عنه وجميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم برضو من أخلاق بقى سيدنا أنس رضي الله عنه كان بيقول إيه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب معه الغلمان فسلم عليه فبعتني إلى حاجة فأفقأت على أمي فلما جئت قالت ما حبثت قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعثت في مشوار فتأخر على أمي فتسأله إيه لأخرك فقال إيه بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت فما حاجته كان عايز منك إيه نبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إنه سر فقالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا يعني إذا كان ده سر فعل حافظ على هذا السر فكان أنس كأنه كاية سر النبي صلى الله عليه وسلم حافظ أسرار النبي صلى الله عليه وسلم برضو عن أنس رضي الله عنه أنه دخل على أمه لأم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أنس وأم سليم فأتت بطمر وسمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيد طمركم في وعائكم وسمنكم في ثقائكم فإني صائمة يعني كأنها جلسة أكل فنانسة السلام قال إيه إني صائم ثم قام فصلى وصلى بهم صلاة غير مكتوبة يعني صلى هي نافلة ثم دعا لأم سليم وأهل بيتها فقالت يا رسول الله إن لي خوالسة يعني لي عندك طلب فقال وما هو قالت خادمك أنس فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا ودعا به لأنس رضي الله عنه ثم قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه فكان زي ما قلنا رضي الله عنه من أكثر الناس مالا وأولادا عاش رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات كانت من أفضل أيام أنس رضي الله عنه هذه الأيام التي عاشها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم فحجن أنس حزنا شديدا لموت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رضي الله عنه لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة بشعلا المدينة المنور أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم فيها كل شيء وما مصدم عن النبي صلى الله عليه وسلم من أيدي حتى أنكرنا قلوبنا يعني بيقول ان حضر هو حضر اللي منذ اليوم اللي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مدينة فشاف ان كل شيء كان من أول واليوم اللي توفية فيه النبي صلى الله عليه وسلم كأن الدنيا كلها أظلمت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول فما نصدنا التراب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا يعني كأن قلوبنا تغيرت بدأنا كده ايه نختلف بالدنيا بعد ما توفية النبي صلى الله عليه وسلم عاش أنس رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 80 سنة يعني 80 سنة مات سنة عشر هجريا كان أنس عنده كم سنة 19 سنة 80 99 سنة يعني داخل عالمين 100 سنة عاش خلالها أنس رضي الله عنها يملأ الأرض علما من علم النبي صلى الله عليه وسلم أحيا فيها القلوب بما بسه بين الصحابة والتابعين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عاش أنس هذا العمر الطويل مرجعا للمسلمين يسزعون إليه كلما أشكل عليهم أمر ويعودون عليه كلما تغلق على أسهمهم حكم وكثيرا ما كان يقول لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل علينا ورأيته يوم قبض مننا فلم أرى يومين يشبهانهما يعني ما في الشمين عبد عليها ذلك من دون وقال أبو غرير رضي الله عنه ما رأيت أحدا أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أنس رضي الله عنه وكان أنس رضي الله عنه يقول ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم ثم يبكي رضي الله عنه ما فيش ليلة إلا وكان يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ده طبعا من إيه؟ من شدة حبه وتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم الإنسان لما متعلق بشيء وبيفكر فيه على طول كل ده كده ده مش حاجة غريبة يعني واحد ما يفكر في أي شيء تلاقي إيه؟ ينام يحلم به صح؟ ونبقى كده مهموم بمشكلة مهموم بحاجة فيه عايز يعمل تلاقيه كده وهو نايم كأن المشكلة يتحلت كأنه شاف حاجة المهم من أنه دايما الموضوع شغل باله حتى عقل الباطن يجيبه له في المنان فده شغل باله وشغل عقله الظاهر والباطن بمين؟ بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا ينام ليلة إلا ويرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وزي ما قلنا بعد حياة طويلة مليئة بالسعادة والسرور لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم توفي أنس رضي الله عنه وليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ملأ الدنيا كلها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فرضي الله عن ألس وعن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول لجا صلى الله عليه وسلم